خلينا نروح لآخر خبر لنا وهي آخر تطورات في الأولمبية المصرية لجنة الأولمبية المصرية كنت شرحت لحضراتكم الحلقة اللي فاتت القرار لتاخذ إيقاف طبعاً اتحاد الفروسية وتولي المهندس سياسي الإدريس على القائم بعمال رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ولكن يبدو أن الثورة التصحيح لم تتوقف ده المهندس سياسي إدريس رئيس اتحاد السباحة والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة اللجنة المصرية تحية فيه زلزال أنا بقول اللي بيحصل ده في اللجنة المصرية هو زلزال ويعني أكيد كل التحية طبعاً للدكتور أشف صبحي وكل القائمين في اللجنة المصرية وبدون تدخل ده يعني من الحكومة المصرية أو الدولة المصرية انتعرفين طبعاً اللجنة المصرية هي هيئة مستقلة ودايماً دايماً بتكون القراراتها يعني تخصها القرارات ما زالت مستمر مجلس إدارة اللجنة المصرية برئاسة المهندس ساس إدريس قرر مخطبة اللجنة المصرية الدولية للتأكيد على أنه بقى المسؤول عن الحركة المصرية الوطنية في مصر هو مجلس الإدارة الحالي برئاسة المهندس ساس إدريس لازم تبعث اللجنة الدولية تقول لها على تطورات دي عشان تبقى انفورمد وعارفة إيه اللي بيحصل جوه مصر ما تنتظرش أنت لما يبعتوا لك كلك إيه اللي بيحصل أنت بتبعت والله الوضع كذا 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 وأنا بقيت القائم بعمال بعد قرار مجلس إدارة اللجنة الممبية طب عندي كده وقفنا لا حصل إيه بقى أن مجلس إدارة اللجنة الممبية وافع لإقاف المهندس شام حطب وهيأرضه على الجمعية الأمومية الغير عادية للجنة الممبية المصرية يوم حدوة 13 يناير لسحب الثقة سحب الثقة هنا الموضوع خاد منحانة تاني خالص ما بقاش إقاف الدنيا دلوقتي ما بقيتش راح على إقاف ولو تم يعني إخلاء يعني أو يعني إبراء الزمة من موضوع المخالفات يعود لما كانه تاني لا النهاردة بقى فيه سحب ثقة من جمعية عمومية فالقرار هنا هيتم تحصينه بسحب الثقة فأتصور أن المهندس شام حطب يعني انتهى يعني رحلته مع سواء اتحاد الفروسية أو اللجنة الممبية المصرية إلى الأبد طيب الجمعية عمومية عمومية 13 إيه قرارها؟ غالبا هيبقى تسحب الثقة من المهندس هشام حطب واعتماد القرارات اللي خدها مجلس دات اللجنة الممبية لازم يتحصن القرارات بقرار جمعية عمومية طيب وإيه في الغات كده قرارات؟ لا ده فيه قرارات كمان أقوى من كده اتخذت جوه التنفيذي جوه اللجنة الممبية المصرية في مدية ناصر إيه هي بقى؟ الدكتور حسين السمري الدكتور حسين السمري قائما بعمال المدير التنفيذي خلفا للششتاوي اللي كان مدير التنفيذي السابق مندوح الششتاوي وقعد فترة طويلة مدير التنفيذي للجنة الممبية المصرية وتعيين مندوح الششتاوي مدير للعلاقات العامة والتسويق جوه اللجنة الممبية المصرية الدكتور حسين السمري هو كان مدير النشاط الردي السابق في نادي الزمالك طيب من ثورة التصحيح جوى اللجنة الأولمبية المصرية أحمد رشيدي وكيل أول الجهاز المكاسب المحاسبات سابقا قائما بعمل المدير المالي بالإضافة لاختيار المحامي الدولي هيثم علي كمستشار دولي للجنة الأولمبية متطوعا واختيار المحامي محمد الأسيوتي مستشار للقضايا المحلية والشؤون القانونية المتطوعية يعني كل الأزرع التنفيذية جوى اللجنة الأولمبية المصرية تم تغييرها والضخ بماء جديدة والحقيقة ده يعني أنا مش عايز أقول لكم إن شاء الله أنا تمنى أن القرارات دي تكون لها تأثير إيجابي على الرياضة المصرية وأنا أتوقع كده إن شاء الله بإذنك يا رب وكمان قرر المجلس اختيار المهندس من دوحش اشتاوز أمورت الحضراتكم كمدير للعلاقات العامة والتسويق هو كان المدير تنفيذي سابق طبعا هو بيعوده أو بيكون الجداد بيكون قائم بأعمال إلى حين اعتماد ده في جمال أمومية بيبقى خلاص هو المدير التنفيذ لأنه لازم اعتماده من جمال أمومية هو بيبدل قائم بأعمال إيه لأنه يتم اعتماده بشكل نهائي من جمال أمومية لها يكون في 13 ابن يناير الجاي الحقيقة كل القرارات دي قرارات يعني سليمة قانونية قانونية أقول لكم ليه المفروض يعني هيتبعت طبعا بعد ما خلصت كل الكلام ده بتبعت وزارة الشباب كمان كالجهة الإدارية المنوطة بيها المرأب عليك الإدارية والمالية هنا النهاردة اللجنة الأمومية بتترائب إداريا وماليا من الدولة المصرية لأن انت هيئة داخل الأرض المصرية فأنت تحت مظلة القانون المصري وفيه فرق كبير جدا بين استقلال الرياضة والاستقلال بالرياضة وهو ده قانون الرياضة الجديد القانون الرياضة الجديد وهو استقلال الرياضة وليس استقلال بالرياضة فالنهاردة الوزارة الشباب والرياضة هي الجهة الإدارية المنوطة فلازم اللجنة اللومبية المصرية تبعت له وزارة الشباب والرياضة تخبرها بكل هذه القرارات الجديدة مجلس صلاة اللجنة اللومبية المصرية كان خد قرارات زي ما وقلت حدلكم من كام يوم بيقاف المهندس شامحطب لحين انتهاء النيابة العامة بس خلاص ما بقاش فيه انتظار سحب السقة على طول من المهندس شامحطب وكده خلاص شبتر كلوزد مع المهندس شامحطب وهنبتدي مرحلة جديدة في اللجنة اللومبية المصرية هنا عايز اقول حاجة انا متفائل جدا جدا ان شاء الله متفائل خير ومهندس هاشر ادريس يعني من القائدات الشابة اللي ان شاء الله توسم فيها خير بكل التغيرات اللي حصلت دي اكيد هيكون فيه دماء جديدة هيكون احنا بنتكلمش عن مين احسن ومين كويس احنا بنعلق على احداث ولكن انا متفائل خير بالاجراءات دي ان شاء الله تتبعها اجراءات اخرى وتصحيحية كمان في الناحية التشريعية من لوائح جوالاجنة الالومبية المصرية والهيئات الرياضية فيه عندنا مشاكل كبيرة جدا جدا لمست او تم يعني الكشف عنها بعد تطبيق قانون الرياضة قانون 71 ساة 2017 تم يعني اكتشاف بعض الامور المحتاجة تطوير وتعديل فيها وده يعني باعترف كل يعني الخبراء في وزارة الشباب والرياضة وده اللي شغال عليه الوزارة الفترة اللي جاية كل التحية والتقدير للدكتور اشف صبح الحقيقة بعد هذه يعني المسندة القوية للرياضة المصرية كده خلصنا اخبارنا النهاردة